أنا عايز أقول لكم اللي بيجوزوا عشان يخلفوا وبعد كده يتطلقوا أنا شاف في الحقيقة هم بيعملوا مستقبل أولادهم في غاية البشاعة ليه في غاية البشاعة؟ لأن اللي بيحصل ده بيخلي الأولاد مهددين إن هم يحسوا إن هم دايماً ما عندهمش حياة مكتملة دايماً حاسين إن هم لوحدهم أنا أقول لكم حاجة اللي شفته في جلسات الإرشاد الزواجي الأولاد بيحسوا كأنهم فعلاً ما لهمش أب وأم يعني هم مش قادر يستوعب إن أمه هي الأب والأم ومش قادر يستوعب إن أبوه هو الأب والأم فبيحسوا إنهم لا ليهم أب ولا ليهم أم محدش فينا يخضو غرور ويقول أنا عايز طفل وأنا هتولأ أمره وعلى الفكرة نشأت بعض الأفكار في غاية السلبية أنا أقدر أقوم بكل الأدوار آه صحيح أنت عندك موقف سلبي من الرجالة ما تروحش تجوز وتجيب طفل تخليه في الحقيقة يعيش للأسف مأساة كبيرة جداً جداً وإنت عندك موقف سلبي من الستات ما تتجوز وتجيب أطفال آه أنت عايز أطفال لإن أنت بتحس إن أنت أحل حاجة في الدنيا إن يبقى عندك طفل آه يا سيدي روحوا كفوا لطفل بس ما تجيبش طفل يحس إن هو مشوه هذا التشوه عشان كده تعالوا نشوف جملة من الإجراءات كده تخلينا إحنا نفسنا نتخلص من فكرة جواز الإيه؟ جواز الإنتاج لو أنت مجوز وحسس إن أنت خلاص حصلت هدفك من الجواز ده مش الهدف من الجواز الهدف من الجواز إن أنت لو دخلت الجواز وحسس إن أنت مش قادر على أعباء إن أنت يبقى عندك امرأة تعيش معك طول الوقت أول حاجة تعملها لو سمحت إرجع لخبير في شؤون الأسرة لأن في أوقات كتيرة الناس بتبقى متعرضة للترابات هم مش واخدين بالهم منها أنا بقول التراب مش بقول مرض إحنا بنتعرض للترابات من وقت للتاني فالتراب ده ومحتاج استشارة والاستشارة دي هي اللي تقدر تخرجني من أزمتي اللي أنا فيها لأن التفكير بهذه الطريقة هذا ليس تفكيرا سليما عشان بس إيه؟ ما نخلوش خيار من الخيارات اللي عندنا لا ده تفكير مستسليم ده تفكير مضطرب إن أنا أروح لوسيلة عشان أعيش بيها طول حياتي كل الحكاية يبقى مقصودة إننا طلع منتج وبعد كده أرمي بقيت لإيه؟ بقيت الحاجة الراقية اللي هي معظمة مقدسة عند الله ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضي منها الآخر يبقى احنا لازم نطور نفسنا يبقى أول حاجة تهتم إن انت لو عندك الشعور ده وحاسس إن انت ملهاش لازم أكمل وانا خدت اللي أنا عايزه من الجواز لما جالي ولد على طوال جوح لخبير في الشؤون الأسرية وإحنا مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتار المسرية يسعد إن انت تهن وإحنا عندنا أدوات كتيرة لحل مثل هذه الظاهرة الأمر الثاني ببساطة خالص إنت محتاج إن انت تبص شويتين تلاتة على إدراكك لذاتك قد تكون محتاج لبعض المهارات في العلاقات مع الناس وخاصة المهارات الزوجية وأنا بنصح حضرتك إن انت تشوف حلقاتنا عن المهارات الزوجية فالمهارات الزوجية دي هتساعدك إن انت بشكل كبير جدا جدا تستطيع إن انت تحصل مهارات تجعل جوازك يخرج من الجواز اللي هو الجواز الترانزيد ده وجواز الإنتاج ده يخرج إلى الجواز اللي يرضى الله سبحانه وتعالى الحاجة التالتة والمهمة إن انت على فكرة تستطيع إن انت تتجاوز مشكلتك الزوجية دي بأشكال كتيرة جدا 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 إن انت تتكلم وما فيش مانع إن يبقى فيه مصرحة وتنتقل إنت وزوجتك عن طريق إن انت تحصلوا على برامج تدريبية عشان تغير من مسلككم الزوجية إنتوا الاتنين يبقى تلات حاجات روح لخبير تاني حاجة طور من مهارات التواصل عندك تالت حاجة عندك أو عندك تالت حاجة روح روحوا انتوا الاتنين اتدربوا على برامج تدريبية ودي موجودة كتير وموجودة بشكل واسع وبالذات في الحالة بتاعتنا دي لما يكون حد عنده فكرة زواج الإنتاج ده هو محتاج لبرنامج تدريبي هو برنامج اللي بياخدوه المقبلين على الزواج لو عملنا كده أنا أظن أنه بنسبة كبيرة جدا 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 مشكلة زواج الإنتاج وهذا الإحساس المضطرب أنا بقولكما هذا الإحساس المضطرب إن أنا عايز من الجواز بس يبقى عندي عيل يونسني لكن أنا مش عايز أعايش مع رجالة بتغضر ولا بتخون أو أنا عايز يبقى عندي عيل عشان أعايش من غير ضغوط الستات ده فكرة مش متزن ده فكرة مضطرب لابد إن احنا نعالجه في نفسنا ومش عايب إن الواحد يقف مع نفسه ومش عايب إن الواحد يكلم نفسه بشكل حقيقي وخلي بالك أي إنسان هيكون قاصد إن هو يتغير إلى الاتزان فمعه مدد الرحمن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه التالت حاجات اللي قلناهم دولة مساعدين جميع جدا 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 في التحول ده إن نروح لخبير تاني حاجة نطور مهارات التصلا تالت حاجة إن احنا كمان نتلقى تدريب المقبلة على الزواج يا رب اجعلنا اجعل مجتمعنا واجعل حياتنا في أمنك واجعلنا نقدس ما تقدس أنت قدست الزواج واجعلته حياة وجعلته بابا واسع للحياة فاجعلنا يا ربنا ممن يتلقون نعمتك ويعيشون في مددك بأن يعظم ما عظمت وأن نعظم الزواج ونراه حياة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة